أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ساعة بقرب الحبيب اليوم ضيفنا بدي يكون تحت النيران بدك تتحملنا معليك بدك تكون تحت النيران السؤال هو شو رأيك بالوضع الاقتصادي كيف ممكن يتحسن شكرا إلك بس اسمح لي بداية أني أشكر قطر على هذا التنظيم الرهيب والجميل جدا وأحب أوجه رسالة لمنتخب قطر أنتم لم تخرجوا من المنديال لأن المنديال في قطر يعني مشهد ثقافي عظيم بسوق واقف بالفان زون مصبوط يعني شوف أنا متابع 24 ساعة يعني بس إيش كان سؤالك آه سؤالي آه نرجع للموضوع الأصلي الوضع الاقتصادي مثلا يعني لو تحكي لنا شو هي الخطة للسنة الجاي مش هان يتحسن آه شوف هس الخطة الدارج هي 352 عشان إذا مسكت نص الملعب إنت مسكت الملعب كامل بس شوف مثلا شوفنا بلجيكا عندها أسماء رامنانة مثل دي بروين ولوكاكو وهزر بس هزر صراحة مش مقتنع فيه آخر ما شاء الله عليك من هزار لفظك لأسماء اللعبين بيّن أنك انت غاوي فطبون صحيح صحيح طبعا شوف أنا بزمناتي كنت ألعب فريق البرق بعنجرة يعني كنا نعمل دوري على مستوى قرى الشمال وكان فيه فريق اسمه اسمه الرعد من إيدون والله فريق قوي ومنافس شرس وقع عندهم حارس يا أخي ضرنا ثلاث أربعة تيام ما نجي فيه القول صح 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 ما عليك بس الوضع الاقتصادي ياريت لو نقتصد شوي بوقت المقابلة لأنه في مباراة الأرجنتين وهولندا لازم ألاحقها ما عليك الأرجنتين وهولندا الجمعة نحن اليوم الخميس يعني بدي أحمي بدي أحمي وفيها كأس عالم هاي ما بقدر أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج تشويش واضح أنتو ما عرفتو؟ أنتو ما دريتو؟ صرنا أفقر دولة بالمي ومنحب نحكي ألف مبروك لوزير المي ياخي ما بيعطوه جائزة عهذا الإنجاز يعني ما بأخذ وسام أو تنكت زيت طب كوبون لغسيل سيارته يعني ما بطلع له إشي وطبعا منحب نهدي هذا الإنجاز لكل واحد كان يسرق مي وللشوارع الغرقانة وللفاقد المائي اللي نسبته خمسين بالمية يعني بالآخر إحنا صفينا لا عنا مي ولا تأهلنا لكأس العالم أغلبات فضل بس وين أقرب مسورة مي بالله دغري عشمال دغري عشمال يسلموا أدرجة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو المنسف على لائحة التراث العالمي غير المادي طبعا المنسف عبارة عن تراث المنسف النشمي المنسف هو الوحيد اللي بيجمع ست أشخاص غريبة على سدر واحد وبصيري فدته لبعض لحمة المنسف أكيد من التراث المنسف إذا بتزعل بتوكله وإذا بتفرح بتوكله المنسف الإشي الوحيد اللي شو ما يكون لونك شو ما تكون ديانتك شو ما يكون وضعك المادي سواء فقير أو غني إذا أكلته راح تسطل المنسف أكيد تراث وطني المنسف اللي بتاكل بالإيد وإيدك بتضرحتها جميد لثلاثة أيام وحلها الوحيد إنك تقطعها المنسف أكيد تراث وطني المنسف اللي ممكن يحل أي هشي أي إخناجة أي مشكلة بين النواب أي مشكلة بين الوزراء على سدر منسف بينسوا كل إشي وبيبقى لشو صفحة جديدة وممكن برضو تنحل بفنجان جهوة بس المنسف تراث وطني المنسف اللي بتاكل على لحمة بس مش أي لحمة على اللحمة تبعت الخروف البلدي بس الخروف البلدي غالي على الخروف الروماني أبرضو الخروف الروماني غالي طب إذا ما معنى مصاري كيف راح نمارس هذا التراث الوطني بدنا نستنى حدا غني يموت عشان نوكل يا سيدي ألف مبروك للمنسف وأقبال عند المكمورة Thank you for the الجامعية العامة to put منسف on the UNESCO This is our heritage This is jamied And we in Jordan love jamied انتشرت فيديوهات لأغنام قاعدة بتدور حوالين نفسها بأكثر من دولة بالعالم وهذا كان بالنسبة إلنا عبارة عن طرائف حول العالم لحد ما طلع فيديو من الكرك لنفس الظاهرة وطبعا هالناس بقلشت تحكي واحد بيقولك هاي نهاية الكون واحد ثاني هاي علامات الساعة حتى الإفتاء اجتموا عشان يفتوا بالموضوع لا طمنوا الناس يا جماعة الخير هاي مش من علامات الساعة وفي ناس بتحكي هذا عشان الغنم مخشوش فهي هاي هم بدمورجونا أنه الموضوع في لفه دوران وفي ناس بتحكي لا مش الغنم الأعلاف اللي بوكلوها بتدوغ في حدا بيقولك بلفوا احتجاجا على الحكومة عشان شالت الدووير وخطت إشارات فقاعدة بتلف عشان تحكي لنرجعوا الدووير واعطوا الأولوية وفي ناس بتقولك الفضائيين الفضائيين جايين فالغنم قاعدين بيحتفلوا لأن الفضائيين بوكلوا لحم البشر وفي ناس بتحكي لك عشان الحكومة رفعت سعر الكاز ورح نموت من البرد وعندك خبير فلكي بيحكي أنه هذا بسبب تأثر الأغنام بتغير الحقول المغناطسية بس بين كل هذا الحكي من بين الظلمات ومن اللا مكان والزمان إجت وزارة الزراعة وحكت أنه الغنب بلفوا عشان بيدوروا على أولادهم وأنهت القصة وسكرت على الموضوع نعتذر على العجلة اللي سوينا لكم إياها بعدين بحب أوضح شغلة إحنا كخرفان نمشي وراء أول خروف بس أول خروف مش وراء الأخير فظلهم يلفوا حوالين بعض يلفوا كلنا اللف واللف حوالين بعض صارت نلف دوائق فهي هي الظاهر أنهم نلف حوالين الأول والأول يلف حوالين الأخير لا هي ظاهر كونية ولا مغناطيس ولا ما يحزنون يا أخوان صلي ساعة بحكي حد يجيب لي وجه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي لدنة التوجيه الوطني والإعلام لإجراء دراسة حول المواقع الإباحية والنواب كثير تحمسوا عشان يدرسوها حتى كان في نائب بدوا يهكرها أنا بس بدي أسأل سؤال ليش بدكم تدرسوها؟ يعني شو متوقعين تلاقوا؟ هو شي واحد اللي رح تلاقوا؟ كلنا عارفينه؟ هذا إنهلال أخلاقي والحق على وزارة الثقافة اللي بتسمح بيك رواية مخالف فيلم وعتقداتنا وتقليدنا هاي رواية سميرة ميرا ميرا شاكيرة ميرا مونيرة سعدة ميرا 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 ما هو الله يسامحهم لو عملوها فيلم ما نحفظها بعنشغال الناس بكأس العالم وأجواءه ومبارياته قال لك دولة بشر الخصاونة هذا أحسن وقت أطلع فيه مقابلة عشان ما أحد يشوفني دولتك طمنا عنك وين هالغيبة؟ أنا رأي بأن الظهور الإعلامي إذا لم يكن لديه مضمونة وفكرة توصلها وتعبر عنها يصبح من قبيل التزود الذي قد يوسم أحيانا ببعض الشعبوية أو التلميع لا دولتك إحنا منحب نشوف مسؤوليننا على التلفزيون حتى لو أخذوا شوية شعبوية وتلميع وبما أنك طلعت معناته أكيد جايب لنا معلومات وأخبار جديدة وأنا متيقن تماما بأن أيامنا الأفضل لم تأتي بعد وستأتي هذه الأيام الأفضل التي أنا مؤمن إيمان تام فيها بأنه نعم غدنا سيكون أفضل بمراحل غدنا أفضل ومستقبلنا أفضل ولن نذهب إلا إلى الدروب الأفضل ونعم غدنا سيكون أفضل بكثير دولتك هذا مش إشي جديد صح أيام الأردن الأفضل والأجمل سوف تأتي لأنه أكيد إحنا اللي عايشين وهسا مش أحسن إشي بس إحنا بدنا موعد يعني مش لقي شي صراحة بس يعني أنه أخوي بدنا نخطبله وصراحة قاعدين نستنى أجمل الأيام عشان نخطبله ويطلع أجمل عرس يعني زهجنا وإحنا نستنى إنه بس أعطينا وقت إحنا بس تساؤلاتنا عن الموعد يعني بدنا نعرف متى عندما تتصدى إلى إلى أولا الخروج من تداعيات أزمة لم يتوقع العالم أن يشهد لها مثيل مثل وباء كورونا ليش رجعي يحكي لنا من وقت الكورونا دولتك إحنا كلنا عارفين أنه مرينا بكثير أزمات ما هو الكل عنده فيسبوك وبيتابع إحنا سؤالنا كان بسيط إنه بس متى الأيام الأفضل رح تيجي إيمتى ولم يكن بالضبط عقدا سهلا وخصوصا على المملكة الأردنية الهاشمية والتي نشأ عنها انقطاعات لإمدادة طاقة كانت تأتي للمملكة الأردنية الهاشمية وترتب على هذه الانقطاعات أن ارتفعت فاتورة الطاقة على المملكة الأردنية الهاشمية وارتفعت فاتورة الدين بواقع حوالي 6 مليار دينار أردني يعني إحنا عشان سألنا متى أجمل أيام الأردن رجعنا لـ 2011 ورجعنا لقصة الغاز المصري وكيف كلفنا 6 مليار المشكلة بتعرفه وين مش إنه رجعنا حكينا بالموضوع المشكلة إنه 11 سنة مش عارفين نعالج مشكلة الغاز بس هذا الموضوع له فترة فعشان هيك بنرجع بنسأل عن المهم متى أجمل أيام الأردن بالإضافة إلى تدفق اللاجئين إلى المملكة الأردنية الهاشمية وهي عملية ابتدأت بشكل متجدد مرة أخرى مع بدايات عام 1991 ثم 2003 ثم مع تداعيات الأزمة السورية ورجعنا للـ 91 ها يمليح لما رجعنا للـ 48 والـ 67 بالـ 2003 العراقيين مش صح يجوا معهم مصاري وقالوا إنهم رفعوا أسعار الشقق بس بالـ 91 إجا لاجئين ياخي مين إجانا بالـ 91 ليكون قصدك عن الأردنيين اللي روحوا من الكويت بحرب الخليج والله يمكن ما علينا هذا صارت تاريخي جميل عشان يا مواطن يا أردني تتذكر أنه مرينا بأزمات وأنه أي شيء بصير بالعالم رح يأثر عليك بس إحنا حاليا كل همنا أنه بس نعرف أجمل أيام الأردن بس رح تيجي هذا كله يؤشر على أننا أمامنا الكثير من الأيام الأفضل التي ستأتي والتي ستأتي حتما ستأتي حتما وكله يؤشر أنه ستأتي يعني بس قلنا متى 2030 2050 أنه بس نعرف رح نلحقها ولا لا يعني فوق العشر ديائق شرح وما عرفنا إذا أجمل أيام الأردن رح تيجي ولا لا إحنا لا نستطيع أن نستسلم إلى منطق التهكم على ضرورة بث الروح المعنوية الأساسية في الدول كركيزة من ركائز التوجيه الوطني المطلوب من كل مسؤول ومن كل مواطن صالح أولا ما حدا بتهكم أنه أيام الأردن الأفضل سوف تأتي لأنها المفروض أنها تأتي ولازم تأتي فالمعادلة اللي بتحاول ترسمها الحكومة أنه اللي بسأل متى رح تيجي أجمل أيام الأردن معناته هو ما بده ياها تيجي اليوم بكرة الأسبوع الجاي هاي المعادلة خطأ واللي بسأل بسأل عشان بده أجمل الأيام وأفضل الأيام إنها تيجي لأنه أكيد اللي منعيشه حاليا مش أجمل الأيام بس إذا طلعت السلافة عشان نحس بالروح المعنوية يمكن إحنا ماديين ومنحس باللي بيأثر عجبتنا يعني نزلنا الضريبة يمكن هذاك يكون من أجمل أيام الأردن بصراحة الضريبة عالية عنا اليوم أنا يتعين علي أن أسلم بحقيقة أنا مؤمن فيها بأن الوعاء الضريبة في المملكة الأردنية الهاشمية هو وعاء ضريبي ثقيل قليلا والله كثيرا مش قليلا بس صار عندي ديسكين وانزلات غدروفي من شيلتو هذاك اليوم وأنا حامله على الدرج وقعه ترتش وهاتلحق ضريبة دخل هون وضريبة مبيعات هناك ساعتين وإحنا بنشطف بالوعاء بالله عليكم خففوه هذا ليس وقته طالما أنه ليس لديك الحيز المالي والنقل الذي يستطيع أن يستوعب صدمة الحرمان من بعض هذا الدخل لفترة معينة ريثما تعوضه في أماكن أخرى عندما يتحرك الاقتصاد ويتسع ويكبر الاقتصاد صدمة وحرمان هيغنيه لمصطفى كامل يعني بدنا نستنى نسب نمو كبيرة عشان نسبة ضريبة الدخل تصير ترتفع فنقدر ننزل من ضريبة المبيعات أو الضرائب الخاصة يعني إذا بدنا نشوف أرقام ضريبة الدخل السنة هاي ونقارنها بأرقام ضريبة المبيعات في فرق ثلاثة مليار دينار على هيك كم سنة بدنا عشان نقدر نخفف من الوعاء الضريبة وعشان نعمل توازن ومع هالأزمات العالمية اللي منشوفها واللي منعيشها واللي ما بتخلص أصلا واللي دايما بيتأثر على أسعار المحروقات والغذاء وكل يشعننا وهذا شو بيأدي لتضخم في الأسعار وارتفاع التضخم وهذا بيأثر على القدرة الشرائية للناس يعني هذا الحكي عمرنا ما رح نقدر نخفف من هالوعاء الضريبة بس دولتك أنا بدي ياك تسامحنا وبالله عليك ما تزعل مننا احنا بس منحاول نعمل نقد بناء إن النقد مباح وسقف النقد هو السماء فيما يتعلق بهذه الحكومة سقف النقد هو السماء مش بكرة تحط عليه ضريبة مثقفات كيباي حلو حلوة في الوقت اللي في الشعب الأردني بيدورة على صاحبه اللي عنده اشتراك عشان يعرف مين رح يرفع كأس العالم قررت الحكومة ترفع سعر البنزين 90 و95 10 فلسات و15 فلس على التوالي ورفع سعر الديزل 25 فلس بحيث أصبح سعره 895 فلس وهيك بصير سعر الديزل مطابق للمعادلة السعرية مبروك ألف مبروك حليت المعادلة السعرية وانجحتوا فيها مبروك على هذا الإنجاز أصلا هم مين بيستخدم الديزل غير الأغنياء للتدفئة المركزية والباسات عشان توصل الموظفين اللي بيشتغلوا عند الأغنياء والشاحنات عشان الطلبات الكبيرة اللي بيطلبوها الأغنياء طب بتعرفوا يا أغنياء قصدية يا حكومة إنه فيه إضراب لأصحاب الشاحنات بسبب ارتفاع سعر الديزل يعني إذا فيه افتتاح جديد أو مستوردين أي إيش من برة رح يتأخر عليكم بسببكم الكاز أطر لترتقي به أطر ينقلك إلى طبقة أخرى أطر تتوارثه الحكومات لترتفع به مع الزمن كاز خيارك الأغلى الكاز وبعد منشدات ومطالبات قررت الحكومة تثبيت أسعار الكاز عن 860 فلس بتعرفوا عشان الشتاء الحكومة بتحب تثبت عشان ما نتحرك كثير لا وهذا منعتبره أرخص وسيلة تدفئة وشو بيقولك كمان لو طبقوا المعادلة السعرية المفروض يكون سعره 880 فلس بس هايهم ووفروا علينا جرشين يا عمي شو بدك أحسن من الجرشين هدول بس لو تحاول تقارن سعر الكاز مع السنة الماضية كانوا 61 جرش للتر وكان ثابت لخمس أشهر مراعاة الوضع الاقتصادي طب ما تراعونا السنة هاي كمان ما احنا زبعينكم كل مرة يعني الفرد بالتنكة قريب الخمس دنانير عن السنة الماضية وهاي التنكة طبقوا بتكفي أسبوع يعني المفروض تنزل بعدين تثبت أو يمكن شفتوا الوضع أنه تحسن فيلا بنرفع بالكم الموضوع رح يمرق هي في 130 سوبر هيرو في 130 أفنجرز في 130 راموز رح يدافعوا يحكوا النواب يوم الاثنين بالجلسة وف شو حكوا ما طفى المايك نفسوا عن غضبه بمليون ليرة أي فيش نائب اللي ضرب المايك بجوز مرتين أو ثلاث قدما النواب مضغوطين من قرارات هالحكومة في أي دولة صارت هاي الصوبة أرخص من قلني الكاز في أي دولة صارت هاي لحكتوا عليه وتسعيرته دحرجتوا صعودا لتلحك بالبنزين والديزل الكاز هو الحد اللي أدنى من كرامة الشتاء لدى فقراء البلد يا حكومة بذلك أنا بقترح أنه نوزع إحرامات وبطانيات على الفقراء والمشاكين على اللي بقروا توجيه الآن في هذا الفصل حتى يلف حال ويتلفع فيها مثل لغات الفلاحين حكومة سستدين كل عام مليارين دينار ماذا سيكون القادر؟ أكثر حكومة تدينت في تاريخ المملكة أوف لا نبين مضغوطين خليهم نفسوا شوي زي تنجرة الضغط إلى أنه صراحة ما في موضوع اللي حكوا فيه موضوع المتعطلين والموقوفين المستشفيات وزير الصحة إضراب السائقين عوائد الفوسفان التعليم العالي الضمان الاجتماعي يا رجل وصلت فيهم يحكوا احلوا المجلس وحلوا عنها خلاص مرر بنصير بالمراكز الصحية ومصار الفوسفات وين المواطن يا دولتك المواطن المواطن أنتوا بالكم بعد هذا الانتقاد دولتوا مشاها؟ أبدا رئيس الوزراء ضاقى ذرعا ورد على هاي الانتقادات رد إيش حريقة أنه أيضا الكلام المسؤولي أتحدى أن تكون هذه الحكومة تقترب من كونها أكثر حكومة اقترضت بتاريخ المملكة الأردنية الهاشمية أتحدى علنا وعلى الملأ إحنا كمان مش دورين مجاعد كما قال أخي حسين الحراسيس يا أخوان إحنا مش طرف بالتحدي ولا إلا دخل بالتحدي هاي مشكلة بين النواب والحكومة إحنا بس منبرز بالأرقام لو تشوفوا الانفوغراف بتلاحظوا أنه كل رئيس حكومة كان مستلم وجداش المديونية يعني لو طلعنا على فترة دولة عبدالله نصور وما بنا نحسب له من 2012 خلينا نبدأ من 2013 رح نلاقي أنه المديونية وصلت معاها حوالي الستة مليار هذا الحكي خلال أربع سنين بس أما دولة بشير الخصاوني مع نهاية الـ 22 المديونية وصلت 36.1 مليار يعني ارتفعت 5 مليار خلال سنتين إحنا ما منقول مين أعلى ومين أجل إحنا بس منعطي أرقام هم يحلوا مشاكلهم متحدياتهم لحالهم يا أخي بعد هذا الحوار الهادف والهادئ والمفيد والملئ بالمعلومات الصحيحة والأرقام الدقيقة السؤال أسعار المحروقات رح تنزل؟ معكس السعر الدولي سعوداً وهبوطاً لا تمتلك الخزين العام للمملكة الأردنية الهاشمية اليوم طرف أن تدعم المحروقات دعمت المحروقات بـ 550 مليون دينار أردني العام الماضي ولا تمتلك أن تقوم بذلك لأنها لا تمتلك هذا المال إن دعمت المحروقات ترتفع المدونية وعجز الموازنة ونستدين 550 مليون دينار إضافية أخرى على هذا الرقم إذا بتسمحوا لي بمعلومة هو ما كان دعم للمحروقات وهي إبارة عن إيراد عالي كان المفروض يتحقق من الضرائب على المحروقات ولكن ارتفاع سعر النفط عالمياً أدى أن الحكومة تثبت الأسعار مما أدى أنه يقل هذا الإيراد بس بنفس الوقت لو نطلع على إجمال الإيرادات المحققة هاي السنة يعني العشرين راح نلاقي أنه الإيرادات المقدرة كانت 8 مليار و 64 مليون وفي إعادة تقدير يعني المحقق 7 مليار و 938 مليون و 204 تلاف بما معناه أنه قيمة الدعم بين قوسين 550 مليون اتعوضوا من مكان ثاني بما معناه أيضا أنه 550 مليون ما أثروا على ميزانية الدولة فالمفروض دعمكم ما يكون أثر على المصاريف الأساسية من رواتب و غيره لأنه بالنهاية أنتوا حققتوا الإيرادات صرحة تيجي تقول لي طب لو حققنا 550 كان خففنا عجز الموازنة وبدل ما تديننا مليارين كانت ديننا مليار و 500 مليون راح أقول لك صح بس هذا شو كان راح يعمل بالقدرة الشرائية للمواطن ونسبة التضخم الأربعة بالمية اللي بتتغنوا فيها وبالنهاية الخطة تاعتكم كانت إن كنت تدينوا مليارين وده ينتوهن طبعا إحنا كأردنيين بعد ارتفاع سيار الكاز راح يبطل في داعي لأي نشرات توعوية لإستخدام صوبات الكاز لأنه راح يبطل أي حدا يقدر يستخدمها إحنا كنا قبل نعمر صوبة الكاز وتظل وتدف البيت بس شكله حتى عمرها مع هاي الأسعار قسر وصارت ماتة مبلف تيلتها إلا وهي ناشفة وشكله بدل ما نقعد بالصالون نحضر تلفزيون بدنا نصير نجيب البطاطة الحلوة والكستنة ونقعد قبال الفرن فيلم فرحة الأردني يثير غضب الاحتلاء وعدين معكم خبيبي أنا معثب هاي الفترة كل شوي بصير معكم شغل بعدين أنتم من متى من متى يعني من متى بدي أفهم من متى أنتم يعني بتعملوا أفلام وبتعبروا فيها عن خالكم وعن قضاياكم أفلام أفلام إيش اسمه فرخة إيش عن الاسم فرحة خليكم على البدوي خليكم وينك يا ناقا طالي يا ناقا وين الناقا عند النبع بتروح عند النبع بتشوف المزيونة ابن الشيخ بتشوف المزيونة قال بدي أخطبها هاي المزيونة بحكي بالتان شعر مع شوي فدئن مع أخصان رايح مع الناقا الجاي بخطبها ولا بطلع مين بكون ابن أمه الشيخة الأصلية لأ له بروح بقتل الشيخ الأصلي تبعه فهيك شايف ساعروا ما ساعروا هاي القصص ما خلقنا على هاي القصص خليكم على هاي القصص حلو هاي القصص أنا رايح بدي أروح أكتب كومنتات وعمل احتجاج وعترض عليك أفلام ما بيزبطش شوف عصبوا من فيلم عشان بيبين المعاناة يا جماعة الخير احضروا الفيلم وشكرا لصانعين هذا الفيلم مبروك تقهول المغرب وفوزوا مع إسبانيا وإن شاء الله يأخذوا كأس العالمي يا كبير اشتركوا في القناة